أعزائي مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة من برنامج عالم مرينة موضوع حلقتنا النهاردة من الموضوع الهم على الساحة المصرية موضوع حلقتنا النهاردة عن التغيرات التي حدثت في مجال طب الأسنان الجديد معنا ومعاكم مشاهدين الكرام دفنا الدكتور محمد زكي مدير مراكز الفيلا والآي سمايل ومزيستير العلاج التحفوز بالقصر العيني ودبلومة علاج الجزور بالقصر العيني واستشارة تجميل في طب الأسنان أهلاً وسهلاً بك دكتور أهلاً بك يا مرين حابين نسأل حضيرك شوية أسئلة كده عايزين نتعلم منك فوايد وكل ما يخص طب الأسنان تحت أمرك طبعاً حلفت نظري إن حضيرك اتخرجت من الجامعة سنة 1998 نتكبرين يا مرينة وهنا خلص تقريباً قربنا نخلص 2020 هل فعلاً طب الأسنان تغير ما بين الفترة دي للفترة دي؟ نه طبعاً طب السنان كان مثلاً ناحية الشرق وراح ناحية الغرب طبعاً اتغير بزاوية 182 درجة اللي كان موجود قبل كده تقريباً توتالي اتغير تمام؟ وعشان كده يمكن أنا كتير بوجه المرضى بالذات أو العملة بتوعنا ما بقيتش فكرة إن أنا أروح لدكتور كبير أو دكتور متخرج بقاله كتير لإكسبرينس بتاعته لإن فعلاً طب السنان اتغير شكل أنا بوضعه يعني من 98 لل2020 اتغير 180 درجة تقريباً طب إيه هي أسباب تطور والتغيير طب الأسنانين؟ إيه اللي خلاها تطور ويعني إيه الأسباب بتاعته؟ بسي هو الحاجات اللي حصلت في العشرين سنة الأخيرة كانت لها أسباب كتير جداً يحصل تطور في طب السنان أو تغير كامل في طب السنان كان أول حاجة التكنوليش طبعاً التكنولوجيا بقى في عندنا في طب السنان أول حاجة حاصل نوع معين من الأشعة اسمه كومبيم سيتي اللي هي الأشعة المقطعية الأشعة المقطعية دي إحنا اخذناها من الطب البشري بس بقى في عندنا حاجة سبيسافيك أو خاصة بطب الأسنان اسمها كومبيم سيتي لها طبعاً مبيزات كتير عن الأشعة المقطعية اللي هي السيتي العادية يمكن الناس كتير جداً تعرف kilstream لكن في الأسنان بقى فيه أشعة مقطعية صوى الأس cuarto وعايد الحاجة التانية لابتد لنا نشتغل بالجنيفكيشن الميكروسكوب ده جهاز خطير في طب الأسنان تمام؟ بيجيب الخبايا الأصل اللي هم مجرده بشيخه بأي ده طبعا يعني بيخلينا نشوف أدق التفاصيل وإحنا بنشتغل كمان في جزء طبعا في حاجات بتدي ميكروسكيشن بباور أقل حاجة اسمها اللوبس دي بتبقى عبارة عن زي نضارة مكبرة بتخلي الواحد يشوف أدق التفاصيل وإحنا بنشتغل الشغل بتاعنا بري ديليكت وبنشتغل في أجزاء صويرة جدا فيمكن أنا نصيحة حتى الكل ده كاترت السنان دلوقتي لو أول طول تشتريه لازم أن يبقى مجنفكيشن بعد كده النانو تكنولوجي النانو تكنولوجي يمكن ناس كتير ما تعرفش عني نانو تكنولوجي النانو تكنولوجي هو إحنا إحنا بتدينا نستخدم الخامات أو الماتيريول بحجم صغير جدا اللي هو بيساوي تقريبا 10 أصناقص 9 من المال يعني بحجم دقيق جدا جدا واكتشفنا إن مثلا الحديد أو الدهب لو أنت قصرته للدرجة دي 10 أصناقص 9 من المال ده بيديك خواص مختلفة تماما ده بيكون أقوى من الميكريستيكوب أصلا لا ده ملقوش علاقة دي خامة يعني النهاردة الخامات بتديني خواص مختلفة تماما عن الخامات العادية لو هي تقصرت لمستوى النانو بارتيكلز النانو بارتيكلز يعني بحجم صغير جدا جدا لا يرى طبعا بالعين المجردة ويمكن هقول الحقيقة أنه أقل حتى من حجم البكتيري تمام؟ بعد كده الليزر الليزر برضو تده يدخل بقوة في مجال طب السنان سيان صوفت أو هارد ليزر برضو مش هتم يدخل في تفاصيل الحاجات دي في عندنا تكنولوجي تانية اسمها الكات كام كات كام يعني إيه كات كام؟ يعني هو كل حرف منه مختصار لكلمة كمترايزد ايدد ديزاين كمترايزد ايدد مانيفاكتشرز يعني أنا بيأخد الحاجة من على الكمبيوتر وبدخل على مكانة خرط فدي برضو سهلتلي كتير جدا جدا في علوم طب السنان أو طورت حاجات كتير جدا مرضو هنبقى نتكلم عنها بالتفصيل حاجة تانية الكمبيوتر ساينس الناس مطرعبش أن الكمبيوتر والتطور اللي حصل في الصوفت ويرز والكلام ده فدنا جدا جدا في طب السنان ودي حاجة طبعا يعني ناس كتير جدا مش مستوعباها يعني الكمبيوتر وكل السوفت وير اللي تغير أو اللي اتطور ابتدنا نستفيد منه جدا جدا وعملنا الكمبيونيشن بقى بين الأشعة المقطعية وبين الحاجات دي وبين السوفت وير وبين السريدي برانتينج فطبعا بقت مواضيع يعني الحاجات دي ما كانتش موجودة زمانية سهلت أكتر أصلا ده كترت الأسنان ما بين 98 ل2020 طبعا احنا عايزين نقول ان احنا في الوقت بتاعنا 98 كان عشان تاخد معلومة من الانترنت الموضوع كان صعب جدا بعد كده تخيالي سولة حركة الطيران والمينس أوف ترانسبورت سهلت نهاردة كل العلوم أو أي حاجة جديدة بتنزل في العالم بقى سهل جدا ان انت تدور فيه كورسات دلوقتي فانت عايز تاخد كورس في أمريكا عايز تاخد كورس في البرازيل معي تخيالي برضو السوشال ميديا تقريبا طبعا الانترنت والانلاين طبعا من الحاجات اللي طورت أو سببت تطور كبير جدا فيه طب السنان برضو تطور الخامات بشكل عام زي ما قلنا النانو تكنوليش ابتدت تزهر مواد تانية زي نيكل تيتانيا مساعدت تكتير جدا في حشو العصب ابتدى يزهر حاجة اسمها بايوماتيريال ماتيريال بقيت قدرتها على التعامل مع الأنسجة الحية عالية جدا وإحنا دايما طب السنان كده بقول الكلية اللي شاملة كل حاجة بتشتغل كإنك مهندس وكإنك بتاع خامات وكإنك فنان وكإنك دكتور يعني طب السنان بيشمل حاجات كتير جدا حاجة تانية الحاجات بتاعيكو التصوير الفوتوغرافي يعني إحنا دلوقتي بقى التصوير أساسي في طب السنان تمام؟ وعلى فكرة في بعض الجامعات ابتدت تدي التصوير كجزء مهم جدا في طب الأسنان يعني إحنا نتصور يعني قبل وبعد الحالة قبل وبعد الحالة وتصور تفاصيل مش عشان أنشورها على السوشيال ميديا بحسن المريض يبقى فاهم أنا هنبقى شكل عامل زي نو أنا بعمل دراسة لكل الديمنشنس وكل الأبعاد من خلال الفوتوغرافي تمام؟ بدخل ديزاينات لسور وبعد كده بدخلها على الكمتيوتر وبعد كده يعني القصة كلها بقت مختلفة شكلا للموضوع طبعا إن شاء الله يبقى معنا في الحلقات الجاية يبقى وضح لكم الحاجات دي بشكل أضاق الشرط طبعا التكنولوجيا فرقت كتير جدا معنا في طب السنة حاجة أخيرة بقى يمكن ما بنتكلمش فيها كتير هو البحث العلمي البحث العلمي كل يوم في جديد كل يوم في جديد لدرجة إن الموضوع فرق معنا الجيل بتاعنا كنا عشان نذاكر بندخل المكتبة ونجيب تكست بوك والكلام ده الأجيال الجديدة أو العلم الحديث دلوقتي إحنا الناس اللي هم بيعلموا صح يقولك يعني ما تعتمدش تكست بوك ده يخليه ما أرجع معك في البيت لكن لازم أن تشوف إيه الحاجات الجديدة الارتكالز الجديدة الجورنالز الجديدة فإنت بقيين النهاردة بعد شهر بتلاقي كل شهر في جديد كل شهر في جديد فلازم طبعا فكرة الابديتين جديد مهمة جدا جدا في طب الأسنان إحنا طبعا عايزين برضو نعمل حلقة جديدة بالنسبة للأطباء الأسنان المتخرجين لسه جديد لإن هاليك بدك تذكر هاليك بدك تذكر أن تقريبا كل شهر بيبقى فيه جديد في طب الأسنان فأكيد محتاجين كورسات محتاجين تعليم أكتر أكيد أنا واحد من الناس اللي باخد الكورس تقريبا كزمر يعني النهاردة مثلا خدت الكورس عند إكس مثلا حد من أسات زيتنا بتلاقي بعد ست شهر بتاخد الكورس تلاقي في حاجات جديدة نزلة في حاجات كتير تغيرت العلم يعني ملهوش نهاية لا 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 ملهوش نهاية أي دكتور عشان يتطور أو أي دكتور عشان يكمل في مجال طب السنان لازم يقضي ذاكر طول عمره ولازم أن يبقى كرياتب لازم أن يقضي يفكر ولازم أن يشوف إيه الحلول وإيه المشاكل اللي كانت بتقابله يبتدي يشوف العلم الحديث ابتدى طبعا إحنا نتمنى لا يقف لحد التخرج أو لحد الجامعة لا يطور دايما من نفسه لا لا إحنا بنقض نزاكر نقول نزاكر طول عمره طب إحنا نتكلمنا عن التطور بتاع ما بين 98 لحد 2020 وكلمنا عن الفوائد اللي هي التوارث الزي وحديك ده ده تشرحتها طب بالنسبة بالمريض طب الفوائد دي عادت على المريض في حدوث التطور فعلا طب الأسنان ده الزي لو خدت كل فرع من الفرع ده يا مرينا هتلاقي الموضوع اختلف شكلا وموضوع يعني مثلا أنا واحد من الناس في دراستنا كنا بنوصل أحيانا في حشو العصب إن الفيلير إن أسباب فشل حشو العصب كان بيكتب كده السلطرة في آخر الكلام إن هو still unknown مش معروف تمام ده أنا دراستي كده نيجي بعد كده بعديها بفترة أول ما طلعت الأشياء المقطعية اللي قال لكم بين سي تي الأشياء المقطعية سلسية الأبعاد أنت بتتفرج على كل الديتيلز من خلال الـ X-ray تمام فاكتشفنا إن في حاجات إحنا كمستحين يشوفها بالعين المجردة فبتدى يحصل تطور ويجي الميكروسكوب يخليك تشوف الحاجات دي يبقى الأشياء بتساعدك إن أنت تكتشفها وإيه الميكروسكوب بيساعدك إن أنت تشتغل به فبالتالي بقت الحالات اللي كانت صعبة جدا معاه بقت سهلة جدا بعد كده الحالات اللي كانت مستحيل إن إحنا نلاقي لها حلول بقى دلوقتي لها حلول لأن إنت معاك تولز بتعرف تشتغل به اللي هو الميكروسكوب المجنفكيش طبعا الألتراسوني كمان طبعا الكلام ده بيفرق معانا وأنا أتذكر طبعا وما زلت يعني ودائما وأبدا بذكر أستاذيات اللي علموني يعني أنا طبعا خدت فيه كورس كانت كورس الميكروسكوب في جامعة الفيوتشر مع أستاذ دكتور أحمد عبد الرحمن وهو من أشهر دكتورة الأسنان ما عارفت دكتورة دي على الميديا مش موجودين لكن كل دكتور سنان بيشتغل حشو عصب يعرفه مين أحمد عبد الرحمن يعرف مين الانترناشنال سبيكرس الجبارد تمام وربنا أحفظه يا رب هو من أكتر الناس اللي كان بعد ربنا سبحانه وتعالى لي ومن الفضل علي في أن أنا أتعلمت حاجات كتير جدا في الميكروسكوب وكل الناس في قسم الميكروسكوب اتعلمت معا ودي هتدخلنا للميستدولوجي وفي ادوكيشن بشكل عام أو طريقة التعليم بالنسبة للدكتورة It's not course ده كان clinical attachment بمعنى أن أنت بتاخد كورس بتتعلم على extract t's على أسنان مخلوعة بعد كده أنت أصلا حد شاطر يعني المفروض أنت راح تاخده كورس الأدفانس تمام فبعد كده بتبتيدي تطبق اللي أنت بتعرف تشتغله في العادي بتطبقه بقى بالميكروسكوب وما عندك سوبرفايزور بيوقفوا معاك بتشوف حالات كتير جدا بتشغل حالات كتير جدا فلازم من بعد كده أكيد بتطلع واعتقد هي دي الطريقة النموذجية في التعليم يعني أنا برضه أتمنى أن الحلقة دي لو وصلت لعدد من دكاترة سنان دكاترة سنان اللي بتفكر أن هي الموضوع أن أنا أكمل تعليمي يعني ترى إيه الكورس بس It's not right كورس بلاس clinical attachment يعني إيه clinical attachment يا حضرك هتتعلم تاخد كورسات لازم أن تمارس الكلام ده under supervision no under supervision يعني إيه under supervision يعني لازم أن يكون في حد مشرف فوقك طبعا الكلام ده بيفيد جدا جدا من مرضى بعد كده بوصلنا لكوالية عالية جدا مسموح أن أنت تشتغل في أماكن تعليمية وبيبقى المريض عارف أن أنت ده مكان تعليمي مسموح فيه بالأخطاء ومسموح فيه بالتصديح لكن مش مسموح بصراحة في إيادتك أو في الناس اللي جاء تتفعلك فلوس أو الناس اللي جاء تطلب منا خدمة في ساعاتها تامي مشكلة طبعا الكلام ده مش مسموح ده مثال من ضمن على فكرة عشرات الأمثلة التكنولوجي فادتنا في إيه النهار ده برضو نفس الكلام اللي دائما وأبدا وناس كتير جدا بتحب تسوى عن طريق الكات كام الكات كام أنه هو عنده يجي له المريض في نفس اليوم يقدر يخد له optical impression مقص ضوئي ويقدر يدخل على بتاع الكمبيوتر وبعد كده يبتدي ياخد على ميليجي ماشين على مكنة الخارط تقدر يتعملي الكراون وزين 2-3 أورز تكنولوجي طبعا رهيبة جدا بتخليني أشوف ده هيددوق ده اللي هيكون ده شكلي ده هتكون شكل السلام لا ده أنت بتخلص ده ده ملوش دعوة بالديجيتل معي الديجيتل سمايل ديزاين الديجيتل سمايل ديزاين ده أنا باخد صورتك وبعد كده باخده على صورتك وبعد كده باخده على صورتك كلام ده دلوقتي في التكنولوجي أنا باخده معي بعمله 3D printing وأقدر أركبلك الكلام ده عليك أنت وديكي الشكل النهائي بتاعي قبل ما اشتغلك أو يعني مش بيورني شكل حالة حاجة تاني لا لا ده أنا بديكي حاجة بديكي أنت حاجة تركبيها هو ده شكلك النهائي لا عجبني مش عجبني لا أبتدي أعمل فيه ديزاين أغير لا كل الكلام ده فده طبعا تكنولوجي رائيب ده كله متاح أن هو يقدر يعدل فيه أو يزبط بحسب راحة المريض يعني بص حللنا مشكلة برضو عشان إحنا اتفقنا من 98 إلى 20 إلى 20 إلى اللحاصة بقيت أدي التركيبة أو الدزاين للمريض قبل ما اشتغله فبقيت طبعا طبعا حاجة بتخلي المريض وده حقيقي أنا مكنتش أعرف أنه يكون كده بالزبط كده لا أنا عايز أغير ده عايز أعمل ده عايز أعدل الشكل طب ناخد كم صورة طب نصور فيديو طب نشوف كل الكلام ده حتى نفسيا يبقى من الطمن نفسيا أكتر حتى نفرق جدا التكنولوجي غيرت مجال طب السنان شكلا وموضع ودي برضو ممكن نقطة أنا ببقى يعني من جوايا كده ببقى نفسي أنه ودي يتطبق عندنا في الجامعات وإن إحنا نخرج بقى بره بره الشكل التقليدي بتاع التعليم ونقول هي دي الإمكانيات ودي التولز أنا نفسي فعلا أنه إحنا نتعلم في الجامعة التكنولوجيا صح دي حقيقة أتمنى أنا من ربنا طب وما هي الأسباب اللي كان بتعاوك تطور طب الأسنان قديما عكس كل اللي أنا قلت يعني مثلا ما بداية ما كانش فيه تكنولوج تمام أعتقد إحنا جيل قديم شوية أنا بصراحة مش قدرة أخيالها إحنا ما كانش فيه تكنولوج ما كانش فيه عندك عشان تعرف يبقى فيه تواصل بينك وبين العلم بره يعني مثلا كان يحصل تطور النهاردة في أمريكا بعد 4-5 سنين يجيلك تمام يعني أنت عشان الحاجات دي تبتدي إنما دلوقتي أنت سهل جدا اللي بيتامل بره بيتامل هنا بل بالعكس كمان أنا عايز أقولك أنت دلوقتي بي عندك الدكاترة المصريين ودكاترة عرب مع أساميهم مقبودة جوة تيكستبوك هما اللي بتطوروا يطوروا ممكن المصريين يوردوا المعلومات دي بره مصر طبع بيلقوا كمان ديهم أبحاث علمية وحاجات بأسماءهم إحنا متعرضينا هبناخد الأفكار دي من بره ومنجبها هنا الكلام متعكس في مجال طب السنان أنا قلت في المرة الأولانية إحنا عندنا طب أسنان متقدم جدا تمام عندنا يعني مجموعة متميزة جدا جدا من أساتذة الجامعة ويمكن أنا بقول ناس معينة ما لهمش دعوا بالميديا ما لهمش دعوا بالكلام ده بس دول عالميين بيكونوا أساتذة من الشرق طبع عالميين عالميين حقيقي طب ومصر قدرت تواكب تطور الهائل ده في عالم طب الأسنان يعني عرفت يعني عطب إحنا ما نبقول لحضرتك اللي حصل إحنا معرفش إن كنا تكلمنا المرة اللي فاتت ليه دكتور السنان المصري شاطر دكتور السنان المصري ما تكلمنش دكتور السنان المصري أنا عايزك تتخيلي إن إحنا في مثلا قلعة الطب في الشرق الأوسط هي القصر العيني عن فكرة إحنا بنسميها كده إحنا بنشوف كمية حالات لا تتخيلي تلاقي القصر العيني دي عالم تالي لأ وطب الأسنان بالذات طب الأسنان على فكرة يعني أنا يمكن دخلت القصر العيني ودخلت أكتر من جامعة خاصة القصر العيني للأماكن المجهزة على أعلى مستوى في طب السنان طب السنان إحنا عندنا كمية طولز وكمية أجهزة ولأ إنتي دخل مكان دكتور أشتر دكتور أصلا جاين من القصر العيني طب يعني عايز أقول لك إحنا كان على أمنا ما كانش فتحة جامعة عن شمس كل الاسطافة عن شمس كان أصراعين تمام أصلا أصلا كان أصراعين فإحنا غالبا التطور الموجود أو الإمكانيات اللي موجودة عندنا عالية جدا ده رقم واحد رقم اتنين بنشتهل كم كبير جدا من الحالات تمام والكلام ده مش متاح قوي بره مش متاح أن أنت تبقى عندك كمية الحالات الرهيبة جدا دي فالسكيلز بتبقى عالية جدا إحنا عندنا أصلا وده موضوع أنا مهتم به هو أصلا أو الطريقة تعليم المثلة هي إن أنت تتعلم بإنك تمدي إيدك وإن أنت تشتغل عشتغل بإيدي مش نظري بس يس إنت فأنت تشتغل كتير جدا وعندك ناس مستقيم علي جدا فالنتيجة بتبقى عالية جدا كمان أنا عايز أقول إن الجامعة الخاصة على فكرة على عكس المتعارف وعلى عكس كثير جدا من المرضى لأ أصلا واخري الجامعة خاصة فمستوى مش قد جدا أنا شفت جامعات خاصة مستوى قوي جدا 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 طبعا مش هنذكر عشان ما يبقاش نوضوع ماركتين لكن في الأول في الأرة خالص لأ جامعات خاصة وبيطلع منها كواليتي وده كاترة شاطرة جدا فأنا بقى جامعات خاصة بتطلع أقوي جامعات حكومية بيطلع منها ناس أقوية جدا ثلاث كمان أنا عايز أقولك إن في عندنا ده كاترة صغيرة أنا آخر عشر سنين في المؤتمرات كان كل الاسبيكرز تلاتينات كان قبل كده الاسبيكرز خمسينات وستينات الاسبيكرز دي بقى تلاتينات دي حاجة كويسة طبعا يعني ضربا شباب شباب ودي كمان أنا عايز أقول بقى للمرضى بلاش بقى حيط نروح لدكتورة أصل لدكتور صغير أصل شكله صغير بتحصل فعلا معنا كتير لأهوة ده صغير والدكتور الصغير ده اللي سكلز بتاعتهم بالذات في الأسنان ممكن أصدقك شوية في بعض فروض الطب التاني لكن في الأسنان بعد ثلاثة أربع سنين مع ريسين تكنولوجي مع بروبر ايديوكيشن بعدها في حتة تاني حد اتعلم كويس جدا معايا حد بيصرف على شغله حد بيستخدم تكنولوجي متطورة لا بيبقى تنطقة تانية خالص فبالتالي ما بقيتش فكرة أنا حتى معظم اللي أنا بعتمد عليهم يعني أنا حصل ما هي أكتر من تجربة ما اعتمدت على دكاترة أكبر شوية أو كبار مش بتوع مش أولادي مش اللي أنا علمتهم مش اللي أنا قلت له يا جماعة يتوجيهوا بالشكل الفلاني لأن إحنا عندنا المهنة هي ما هي إلا أمانة طبعا فإنت إذا كانت الأمانة بتحتم عليك إن إنت تصرف على مهنتك وتجهز شغلك كويس جدا وإنت تقدم للمريض بتاعك أفضل خدمة وذين يرلمس في حدودك وإمكانياتك ما تجيش حاجة مش بتاعتك وتشتغالها ودي على فكرة برضو بليز بليز دكاترة الأسنان يا جماعة المكان الايابة مش هو المكان اللي بتتعلم فيه لو أنت عايز تشتغل حاجة مش بتاعتك ومش تخصصك ممكن لو أنت على فكرة دلوقتي متاح إن إنت تاخد كورسز متاح إن إنت تاخد حاجة اسمها كلينيكا التاتشمن متاح إن إنت تاخد حاجة اسمها نيابة اتعلم الكلام ده في الجامعة ما تتعلمش الكلام ده خالص في اياتك. الكلام ده مش مسموح شكلا وموضوعا ولا انا بحس ان هو حاجة صح. المريض مش المفروض ان هو يدفع تمن ده تمام. بساعتها يطلع بقى يكون مش تيجي وإحنا اصلا بالنسباننا الدكاترة عموما هي الكلمة اللي هو بيقولها انا بكون اعمى عنها هو الدكتور الكازا. بس حقيقة ده ما بقاش موجود دلوقتي. يعني دلوقتي بقى فيه عندي مرضى يعني انا يعني هذكر من دون ما هذكر اسمه كان كيه مريض بتصل بين برح بيسألني على حالة حصلت عندنا في المركز ان فيه دكتوروه بيشتغل فيه ابرة قسرت. تمام? اه شفت انت عملت ابرة قسرت جوه الجدل. ده احنا بنشوف شكل الابرة اصلا علشان يدل فعايز اقولك عايز اقولك ان ده بالنسبة للمريض ده هو عشان ارهوا فيهم. بالفكرة ده ده كمان ممكن يحصل مع كتير من دكاترة الاسناء. هو وارد يحصل اي دروت بس ده سعر. ده واحدة من ضمن الحاجات بتاعتنا بتاعت الشغل. دكتور السنان اللي ما تقصرش معاي ابرة بجدر ده ما اشتغلش. ده ده حقيقي والله. بس خلي بالك احنا دلوقتي وبنقول ايه فيه تكنولوجي قللت اول انسدنس ده. يعني فعلا انا مثلا في بداية جينريشنز الاولانية من ابرة بتاعت حشو العصب كان نسبة الفراكشورز عالي نسبة السبريشن عالي. حلها بيكون سهل؟ دلوقتي قللت اه طبعا. مش فكرة سهلة بس واريها حل بطريقتين. بين يقامل نعمل حاجة اسمها بايبوس يعني بنعدي الابرة دي يقامل ان احنا تحت الميكروسكوب بنشالها تمام؟ واحيانا بنسبها دي كمام برضو من ضمن الحاجات دي جماعة مش فتا المستيك فعايز اقولك ان المريض ده كان قاري في الموضوع كويس جدا تمام؟ مش فكرة ان كلمة الدكتور ففهم هو عارف ان مفيش مشكلة وخاصة ان هو فهم كمان انها تكسرت دي حاجة كويسة ان هو فهم ان مفيش مشكلة حاجة تانية وبيني وبينك وبيني وبينك بالضبط هي فكرة ان الدكتور يقول للمريض النهار ده على الهوى هو بعد اذنوكا ده كاترة اقوله المرضى بتوعك ويا ريت انا كنت طبعا بتمنى ان النقاضة في بعض الاجزاء دي تبتدي تفهم ان ده مش خطأ مهني لا يحسب عليه القانون تمام؟ لان في النهاية الحالة كانت سيفيرلي كربل مش معنى كده ان هو هيكسر معايا وكمان احنا عندنا تقدر تشتغل بيها وفيه بروتوكور وفيه ترينج لا لا المفروض اصلا الحل الامس ان هو ما يتكسرش لكن وانس ان هو تكسر مش نهاية العالم ولا هي بتبلغ المريض بتاعك بتكون قونست بتكون صادق جدا وبتفهمه تمام؟ فدي واحدة من ضمن الحاجات بس انا برد على فكرة المريض احيانا بيبقى عنده من الثقافة والعلم اللي يخليه في النهاية لا هو فهم كويس قوي اللي بيحصل اصلا سوشال ميديا خلتنا كلنا دهوقات بنسأل قبل ما نروح بنستعلم على السوشال ميديا بتوجه توجيه خاطئ ناس كتير جدا زي اي منتج كتير جدا من بعض يعني دي برضو حاجة تانية برضو ما تخلنيش من اسوأ الحاجات اللي بتتعامل في التسويق دكتور محمد ازاكي طالع على الهواء يقول فيه ابراك قصر الحمدو في الهيه ده انا هريس من ضمن الحاجات المهمة جدا في التسويق ان انت تكون قونست هنزل معجون سنان هطلع السنان من درجة صفرة جدا لدرجة بيتة جدا يعني انا في النهاية حتى الاعلانات دي انا بتفرج عليها مع انها شركات جبارة شركات قويق انت بتدي اكسبيكتيشن للمريض او للعميل بتاعك ان انت هتستخدم المنتج ده هيديك النتيجة دي تيجي تستخدم المنتج ده مش هديك النتيجة دي فانت بتفقد الثقة في الشركة او في الثقة في المنتج اللي ده تقول لكن من اهم شروط التسويق ان انت لازم انت تكون متعليش سقف الاكسبيكتيشن او سقف الطاقة بالنسبة للعميل بتاعك وتقوله الحقيقة فاذا ما قلت الحقيقة وقلت البروداكت بتاعك بيدي باليو ازاي خلاص ده على سبيل المثال انا بس بأكد دائما وابدا ان دايما دكتور السنان يكون صادق مع المريض بتاعه مفيش دكتور السنان شاطر وعالمي من غير فلير من غير فشل كل ده جادر بيقصر معنا جزء ان الفلير جزء ان الفلير ده مسموح طالما هو يعني مش خطأ يحسب عليه القانون مش خطأ نتيجة اهمال تمام لازم نفرق بين الاتنين اما الخطأ نتيجة الاهمال بصراحة مش مسموح طب من واجهة نصح لك ممكن ازاي نتطور في دراس طب الاسنان بحيث يكون عندنا جيل جديد قادر يواكب التطور اللي حاصل ده لا اول موضوع بقى هنا يعني انا اتذكر بعد ما اتخرجت برضو مش اقول اسامي قعدت كده مع نفسي قعدة طويلة قلت ايه المفروض ان انا كنت تعليمه في طب السنان على فكرة اللي انا عملته في 98 رجعت عملته قريب من مثلا 2018 او 2019 ايه اللي المفروض نتعليمه في طب السنان لقيت ان المحتوى هو الاساس يعني انت عشان المواد اللي احنا بندرسها في طب السنان انا من وجهة نظري محتاج وفي طبعا الدكاتري هنا هتتخاني معايا يضاف اليها مواد تاني اول مادة لازم ان تضاف الى هذه المواد هي مادة البزنس وانا ممكن قلت الكلام ده المرة اللي فاتت انا بطلع بدي رعياتي بطلع اتعامل مع العملة بتعامل مع السوق ازاي هعمل الكلام ده من غير ما يكون دارس بزنس من غير ما يكون دارس ادارة من غير ما يكون دارس تسويق كمان احنا في عندنا communication skills انت بتتعامل مع بناء قدميين فالمفروض ان انت عارف ازاي تتعامل معهم فلازم انت تفاهم psychology كمان في عندنا مشكلة تانية المشكلة احنا في طب السنان بنتجاهل جزء الدراسة بتاعة الطب البشر في حاجات كتير طبعا لو عايزين نتكلم فيها قدامنا حلقات دايما وقتنا بيخلص ووصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وللأسف الوقت دايما بيعاد بينا بسرعة فحورنا مع الدكتور محمد زكي اللي استفدنا بمعلومات كتيرة جدا وجديدة منه يعني فعلا جديدة ونفسنا ان احنا ناخد منه معلومات اكتر ونحب نشكر مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وبنشكر طبعا الدكتور محمد زكي على المعلومات القيمة اللي حاجة ادعاننا دايما وعلى وجوده معنا النهاردة وانتظرونا الاسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم عالم مارينة شكرا لكم بالتوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة